وإلى البرصة المصرية التي أنهت مؤشراتها تعاملات جلسة اليوم على تراجع بضغط من مبيعات المتعاملين الأجانب فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء وسجل رأس المال السوقي مستوى 646.7 مليار جنيه وسط تدولات بلغت نحو 2.5 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إيج أكس 30 بنسبة 58 من 100% ليغلق عند مستوى 9671 نقطة كما انخفض مؤشر شركات الصغيرة والمتوسطة إيج أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 82 من 100% ليغلق عند مستوى 1805 نقاط وهبط مؤشر إيج أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 76 من 100% ليغلق عند مستوى 2673 نقطة